كانت كاينة امرأة بسيطة موظفة يعني بسيطة وكانت مريضة بسرطان وحبت تدي عطلة يعني حبت تدي عطلة فراحت عند المدير وطبعا المدير العام يستقبل موظفة بسيطة هذه كذلك يعني فيها والله كل هذه المناقب تذكيروني برسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أدنى الناس وأضعف الناس يلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع إليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لها خسني ندي كونجي راني مريضة خسنين دي عطلة قالها وانتي واش عندي قتل وانا مريضة وقلوا عندي يعني يعني ما وعيد مع الطبيب وكذا قالها لا عيط للأخت المكلفة بالأمور المالية طبعا اللي يحكي ما لكون طبيليتي قالها هذه الأخت المريضة تروح الملآن تروح رهي مريضة خلصتها تقعد قاعدة حتى تريح وترجع إن شاء الله تبارك وتعالى وذهبت المريضة وبقي منحتها الشهرية كما هي قعدت أكثر من سنة ثم عادت ومنحتها لم تنقطع عليها إن سنة أخرى عجوزة عندها عشر أولاد قالوا لي أو تسع أولاد وكانت تخدم يعني ولما كبرت وشافها الحاجة علي قالهم كذلك الناد الأخت قالها هذه تروح تريح في دارها والشهرية تقعد قالوا لي قالوا لي قبل قليل بأنه آخر شهرية التاحة أخذتها يوم الأربعاء يوم توفي رحمة الله تبارك وتعالى عليه ترجمة نانسي قنقر